السلام عليكم مش خبركم الحدقات والحدقين كي بقيتو كي بقى معز عليكم غلبكم شي صاد والحمد لله علي كل حال اللي جانا كي غلبنا تحت الله سبحانه وتعالى اليوم ان شاء الله غدي نتشارك معاكم واحد الفطائر خفيفة يعني كل واحد كي صوبها بطريقة دياله انا كنشارك معاكم الطريقة ديالي اللي كندير ليهم كي جوا لدادين خفاف وزوينين وسارعين يعني تمكنك توجديهم في اقل من عشرين دقيقة وما هدو كي جوا مجعبين من الداخل خاويين خاصة انا لادرتهم شوية رقي وقيل انه يمكن تلك التحكم في السنك ديالهم فلهد الفطائر انا عبرت بهد الكاس هذا وانتي عبري بزلافة بكاس بلي عندك بانطاس اللي عندك وحدة سميدة ووحدة فورس 8 جرام ديال الخميرة للحلويات معلقة ديال العسل 20 جرام ديال الخميرة والملحة حسب الضوء كلي كي يكل مالح كلي ما كي يكلوش صافي كنجمع هدو العناصر كلها وكنأكد لان السميدة ديال الحرشة ماشي الفينو وتكون رقيقة هدو المعلقة ديال العسل ممكن لك تعمل وضيها بمعلقة السقار او تلغيها كليا هدوك الكاس اللي عبرت به كاس سميدة وكاس فورس غنعبر به جوج ديال الماء دائما الماء كيكون هو القياس ديال 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 دقيقو السميدة انا ما كنديرهمش بالفينو كنسيزهم ما ديكوش كيسان ديال الماء وكنجمعهم يعني ماشي كندلكهم اولا كندلكهم هو كيجي على طريقة البغرير وانما القوام دياله تقيل شوية على البغرير البغرير كيكون نخفيف عليه يعني ما ما يمكن لناش نسميوها بوشيار لان بوشيار راكي تقرص كنقرصوه ماشي ما كنديروش سائل يعني اللي كتعرف البانكيك القوام دياله في هالبانكيك شوية قصح صافيو كنديروه في المولينيكس ديالنا كي تطحن زيان هذا هو القوام دياله بوشيار كيكون القوام دياله ديال ديال شفنج يعني كلكم كتعرفوه العجينة ديال شفنسكي كتكون دايرة صافيو كنغطيوه او كنخليوه يخمر خصوه يخمر صافي اخذ ليه واحد عشرة ولا حد عشر دقيقة لاشي يخمر هنا ما كن وليش نطربوه مزيان حسن هبطفية الخميرة كنخرج منه شوية ديال الهوا صافي او غادي نبدأ ونخبزوه انا هنا درت جوج ديال المقلات يعني درت له بحل طريق ديال شفنج ما كنقلبوش في المقلات ديالولي لأنني كنكون محتاجة باش ندهن ما غايم كليش نهزها ونبقا ندهن عند مقلبها كنكون موجدة مقلاخورة اللي كندهنها وكنقلب فيها يعني المقلات بجوج كندهنهم بشوية ديال الزيت تغيب بشيتة قيطة ديال الزيت يعني رقيب دايبال كيتقب في حل البغرير من بعد كتبغي تقلبي كتبغي تهزي وتدير المقلات الثانية وطريقة سريعة كنوجد المقلات الثانية كندهنها وكنهز نقل فيها صافي وكنبقى هكا حتى كنكمل مقلات تكون شوية تقيلة ما تكونش مقلات خفيفة لكتشوفو هنا هذا المقلات أنا داري لها واحد الحديدة تحت منها مشي باش تتقالوا إنما غير أنما كتدوزش فوق لابلاك انديكسيو لابد ما كتبري لها لادابتاتو هدي كتدوز يعني هدي مباشرة فوق لابلاك تحكمي في في الكمية اللي كتدري في المغرف كتعبري بمغرف أو مغرف ونص باش كيجو كامل المقال دين غي كيقبتو راسهم كي تقبو وصافي كتقل بهم ما كتخليهاش يعني هناك هاد المقلات الأولى غي كتشد راسا غي وجه واحد المقلات الثانية هي اللي كتكمل فيها الطياب وانتي لا بغي تدري غي مقلات وحدا كيبقى لك الاختيار ماشي ضروري ديني جوج مقلات يعني كوزدنا شوية ديال ما وزدنا خففناه غادي يولينا بغريغ صافي كيجو زوينين كيجو مع واحد الكويس ديال تاي بالنعنع كيجو هائلين وخفافين بزاف وإلا لاحظتو نرى ما كندير شفيهم ربيض كاي الأخوات اللي كيدرون بالبيض وحتى هما كيبقى مزوينين كيف ما كنقولكم دائما طرق تختالف والنتيجة دائما تقريبا واحدة هذا الشي اللي شكا نحتاج ندير جميلة على هديك شوية ديال اللي دم اللي كندير وهادو هم الفطائر ديال بتاكلوها بتاكلوهم الصحة والرحة اللي عجبتكم الوصفة لايكي وبرتاجي ومن فضلكم وكتبوا لي التعريق ديال ونطلقاوه في الوصفة المقبلة ان شاء الله كيشو زوين ونينو خفافين أنا درت كمية قليلة ركت شوفو غير كاس كاس شحل عطاتني سبارك الله إيه لا قد تحتاجي بزاف لقدر تغيز لا فزلافة كبيرة ركت عطي واحد كمية كبيرة بزاف أنا ما كيأكلهم لي شاي كأن أكلهم أنا بوحدي اللي كيعجبوني وبصحة والرحة وإلى اللقاء في صفات أخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة